هقولك النهاردة طريقة مضمونة بنسبة 100% لزيادة مشاهداتك الفيديو بتاعك اللي انت نزلته النهاردة وما جابش مشاهدات اوعى تفقد الامل فيه اوعى تفقد الامل فيه لاني هتكلم معاك النهاردة عن تركاية هتعملها من خلالها هتقدر تعمل احياء للفيديو ده من اول وجديد الفيديو اللي ما جابش مشاهدات مش معناه انه مات لا ده انت كمنشئ محتوى مطالب انك تتدخل فورا لانقاذ هذا الفيديو وانعاشه من اول وجديد علشان يبدأ يجيب مشاهدات للأسف الشديد 95% من منشئين المحتوى بينزلوا فيديوهات على اليوتيوب ولو ما جابش مشاهدات لا يتدخل مع ان حضرتك في ايدك انك تعمل تعديل وحنتكلم مع بعض عن اول حاجة ممكن تعملها وهو تغيير العنوان وحوضح لك بالدليل بس لازم تفهم ان تغيير العنوان يمكن ان يزيد من المشاهدات ولكن تأكد ان الموضوع ده لعوامل العامل الاولان هو جوتة العنوان الجديد هل العنوان الجديد اقوى ولا عنوان زي زي اللي قابله ما جابش مشاهدات يعني العنوان ده واضح الجمهور عايز يضغط عليه هتخليني انقر عليه في كلمة مفتاحية قوية في فضول انا كمشاهد لما شفته بقى عندي فضول ان انا اعمل نقر واتفرج على الفيديو ولا زي وزي غيره اصل زي وزي غيره ما تستناش ان يزيد عندك المشاهدات علشان كده وقتها خد وقتك قبل ما تغير اقعد فترة طويلة جدا حتى لو يوم كامل لان العامل التاني هو التوقيت تغيير العنوان يعني حضرتك من الافضل انك تغير العنوان قبل ما تنزل الفيديو ولو نزلت الفيديو وتم نشره وانت كنت عامله بعنوان العنوان دي مش قوي ادي الوقت وشوية واعمل تحليل صغير لو لقيت الموضوع ما جابش همه تلات اربع ساعات غير العنوان انا بنصح باربع عشرين ساعة بس لو لقيت وحش جدا لازم تغيره خلال تلات او اربع ساعات فورا العنوان علشان ترجع تنعش القناة واخد بالحضرتك الموضوع بياخد معاك وقت من تلات الى اربع ساعات برضو علشان العنوان الجديد يبدأ يشتغل فعايز حضرتك تفهم ان توقيت تغيير العنوان عامل مهم جدا تبدأ من خلاله تفهم هل التغيير ده كان تغيير ايجابي ولا سلبي رقم تلاتة انك تعمل تحليل وخلي التحليل ده في الاخر قبل ما ديت مجموعة من نصاح اللي حضرتك لازم تعملها زي مثلا تغيير واحد ادى الى زيادة المشاهدات في قناتي بنسبة 100% بص انا اددتك في العنوان رقم او رقم اتنين هل هذا السر سيؤدي الى زيادة مشاهداتي بنسبة 100% اددتك سؤال زيادة المشاهدات استخدمت الكلمة المفتاحية اللي الناس بتدور عليها حطتها لك في الاول حطتلك اموجي في العنوان عمل كده او اموجي ناشي مع قناتي انا اعرف قناة اسمها صافي يحيا الاموجي بتاعها علامة تعجب من قديم الازل علشان كده حاول على قد ما تقدر الفترة اللي جاية انك تركز بشكل اكبر على العنوان لو حضرتك عاوز موقع يديك عناوين قوية وتشتغل عليه اكتبلي في الكومنتات حد ديك موقع عالمي موقع عالمي بس تعالوا مع بعض نعمل تحليل بسيط ونفهم مع بعض ايه اللي حصل يعني انا قناة هشام نوفل من القنوات اللي بتقدم ربح من نيتشو هشام نوفل كان عامل الفيديو وانا شفت قدامي وانا متابع جيد جدا للقنوات التعليمية قال له اهشام زي حضرتك عاملي العنوان ده في اقوى منه انت وضحت للناس في العنوان اولاني اثر مسح الفيديوهات الناس كده مش هتنكر ولا حيكون عندها اي فضول لعدم اقتراح الفيديوهات فانت لازم تكون مقدم حلول لانك اي الحلول جوه الفيديو فقلهم افعل هذا فورا لزيادة المشاهدات بعد التغيير الفيديو من 86 مشاهدة الى كام الى 4500 مشاهدة ده في يوم واحد 4500 مشاهدة في يوم واحد ليه الفيديو ده مدته كويسة جدا 19 دقيقة والجمهور حيقعد يسمعه وحيكمل الفيديو فبالتالي الفيديو حيتم اقتراحه بنسبة كبيرة جدا لان اليوتيوب يعشق المدة الطويلة يا بتاعة الطبخ يا اللي بتقول انا بحب اختصر اختصر يا اختي واخلي اليوتيوب ما اقتراحش فيديوهاتك يا بتاعة الجيمينج اختصر يا حبيبي واخلي اليوتيوب يركن فيديوهاتك يا بتاعة الروتين يلي ما بتعمليش اي حاجة في يوم واقعدي ياختي واركني ياختي اليوتيوب اصلا مش هيكتراحك ما تقدموا فيديوهات مدتها طويلة ما تتكلموا كتير ما تددوا لليوتيوب اللي هو عايزه اليوتيوب منصة المنصة منصة فيديوهات فبيطلب من منشئ المحتوى ان يوعمل فيديوهات هتقول لي أصلي المشاهد بيميل مافي مشاهد تاني مش حيميل أصلي مشاهد تتعود على الفيديوهات القصيرة ده أطفال إنت مش موجه للأطفال لو إنت موجه للأطفال اعمل فيديوهات قصيرة وفيديوهات طويلة اللي عايز ده يبقى موجود وعمل ربط بالاتنين وزود مشاهداتك واشتغل على نفسك أكتر من كده وطور من نفسك أكتر من كده وبعد كده أدخل حل الي وشوف إيه اللي بيحصل انا نزلت الفيديو ده مثلا في المتوحد فكرة الفيديو ده ليه ما جابش مشاهدات الفيديو ده نازل النهاردة تقريبا الساعة اثنين او ثلاثة العصر لغاية دلوقتي الفيديو اقل بنسبة 19% مع ان الفيديو بتكلم عن 4000 ساعة مشاهدة لما دخلت لقص نسبة النقر والاية جدا ومرت الظهور الى حد ما كويسة هنا انا بصيت على عمنين قبل ما روح اغير عنوان او صورة بصيت على عمنين مهمين جدا هل النهاردة في الوقت اللي انا عامل في الفيديو ده متاح لي ان انا عامل تغيير قلت لا ليه يا ويوسف لان انا لما جيت بصيت لقيت بشكل عام في الاحصائيات والمشاهدات اللي برا اللي موجودة برا ان في مشكلة في الوقت الفعلي في اليوتيوب والمشكلة دي قدت الى انخفاض المشاهد وعدم احتسابها انا معرفش الفيديو ده بيجيب مشاهدات ولا لا ما فيش احتساب ونسبة النقر ستة ونص حلوة جدا بالنسبة لمحتوية التعليمي انا شايفها بالنسبة لمحتوية التعليمي كويس جدا بس اليوتيوب هنا بيقولك هو في انخفاض انت لازم تغير لأ مهم انخفاض مش كارسي الانخفاض مش كارسي انا مزعلان دلوقتي ليه لاني مننزل الفيديو الصبح ولسه ببليل مجاش على بليل حستان اشوف اشوف الفيديو ده هل الفيديو ما زال مستمر في الاقتراح زي الفيديو مثلا بص الفيديو قبلي بيقول بتكلم عن 4000 ساعة مشاهدة 25 مشترك الزيادة بص نسبة النقر ستة ونص واتنين واربعين الف مشاهدة بس ده خد اتنين واربعين الف مشاهدة خد المشاهدة مرات الظهور لكن التاني ما خدش مرات الظهور فعشان كده انا مزعلان عليه ام تزعل لما لاقي الفيديو بتاعي خلينا نجي مع بعض كده ونشوف الفيديو بتاعي من الفيديوهات اللي هو قريبة جدا ما كانش جاب مشاهدات خالص قريبة جدا في فيديو قريب جدا جاب تقريبا 800 مشاهدة وكان لازم يتغير بس خد بالك اهو لا مش ده ثماني فيديو 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 اهو مثلا فيديو ده بص بقى الفيديو كان لازم حرفيا يتغير الفيديو ده وصل لستة وعشرين الف مرات زهورة نسبة نقرة نين ونص اليوتيوب بقولwanه يجب أنه عنوان يعني ايه اليوتيوب يرسمط بطريق النجاح ايه العنوان ده على ديو بدك الكناة مع الصورة مصورة ولا متوسط هذا الفيديو ده فيديو فاشل من الف اليو فاشل مكلا ما كانش نجح اطلاقا وكان لازم تغير احلى مسعي المنتقدين ايه العنوان ده ايه الظهفت كلي انا بعملهه ده في نتواق الواحد فكري ايه الظهفت ك mulher عرفه انا اي على ذو نقوله وهنا كان لازم افوق لنفسي لازم تعرف ان العنوان ده انت بتعمله لمدى الحياة حيفضل موجود على قناتك فركز عليه الفيديو اللي ما يجيبش عندك مشاهدة تعالى خد تعالى اللي حصل عندك عارف الفيديوهات دي لو كانت بتقدم مثلا محتوى انت عتستفاد منه بشكل يومي كنت غيرتلك عنوانها لكن عادل فيديوهات دي تموت متظهرش تاني لان هي ما بتقدمش طيمة ولا جودة لكن لو فيديو بحسي او فيديو شغال المفروض هو اشتغل بحسي اغير لي العنوان وازبطه علشان يبدأ يظهر للناس بشكل افضل واحسن وده اللي انا بحاول اعمله يعني عايز اقول لحضرتك ان الفيديو ده اول ما نزل اول ما نزل ما كانش بيجيب مشاهدات بص مئاتين وخمسين مجال بعد كده بدأ يشتغل لما انا قدته ايه صفحات القناة واشتغلت على المنتدى يعني حضرتك بتفضل مركز في تحليل الفيديو بشكل كامل علشان تبدأ تشوف انت هتعدل ايه ولا هتغير ايه ولا هتدخل ازاي علشان تبدأ تحييي الفيديو من اول وبدء واول طريقة لاحياء الفيديو هو تغيير العنوان ودي دايما بشكل مستمر اصارة وفضول وحاجة يعملها المشاهد افعل هذا طورا وتأكد من زيادة مشاهداتك ده حيخلي الجمهور يكون بيجري على الفيديو هو عايز يعرف انت عملتي علشان تزود مشاهدتك من 80 مشاهدة الى 4000 وخمسين مشاهدة بس في تغيير علوان ايه في تغيير علوان انت ممكن تكون مخترتش عن صح عايز اقول لحضرتك ان انا من يومين كنت عامل فيديو الفيديو ده بيتكلم هو اللي هو اكسب من الصور اقسملك بالله العظيم ثلاثة انا كنت عامل بدون انشاء اعلانات مش فيديوهات كنت عاملوا السعر بعد الفجر كتاب اعلانات مش فيديوهات وروحت نعمت ليه في بعض انت بتعمل فيديو وانت مش مركز عادي طبيعي كلنا بنغلط بس اول ما تبدأ تشوف وتحلل الاحصائيات وتفهم الغلط فين لازم تغير علشان الفيديو بتاعك ما يموتش لازم تحيي الفيديو الطريقة مختلفة وعلى فكرة الفيديو ده حيتغير يعني العلون بتاعه بس لما اعود له واركز معاه علشان اتديني العلون القوي لان غيرته برضو مجابش نتيجة ولسه مغيره النهاردة لسه مجابش نتيجة يعني غير بص هنا برضو مجابش نتيجة عشرة خمستاشر برضو مش واو انا عايز نتيجة اقوى وممكن اغير الصورة المصغرة لان اصلا نسبة النقر اربعة ونص واقل انا محتاج ان انا زوده اكتر من كده شكرا للجميع علشان كده لا تتردد في تغيير عنوانك اذا وجدت ان الفيديو بتاعك ما بيجيبش مشاهدات وركز بشكل مستمر على احصائيات فيديوهاتك حتى لو الفيديو ده كان من يومين او من اسبوع او حتى من شهر طالما الفيديو قوي العب عليه واشتغل عليه غير عنوان وممكن كمان تغير الصورة المصغرة ولسه هنتكلم عن الصورة المصغرة الفيديوهات اللي جاية شكرا للجميع نتقابل في فيديو جديد قوي كالعادة من متوحد فكرة شكرا